كاميرا الحقيقة الدولية مدينة الجبيهة التروحية والتي شهدت اقبالا كبيرا طيلة فترة ايام عيد الفطر للوقوف على ابرز التجهيزات التي وفرتها خلال فترة العيد كونها تعتبر المدينة التروحية الاولى في الاردن للتروح عن النفس والتسلية بالالعاب الممتعة والتي تقع بالقرب من منطقة ابو نصير وتتميز بالمناخ المعتادل صيفا وباردا شتاء مدير المركز الاداري نافع العبادي اكد على الجاهزية الكاملة التي اتخذتها امانة عمال لاستقبال الزائرين خلال فترة العيد مبينا ابرز المهام التي يقوم بها فريق العمل من اتخاذ اولويات السلامة العامة وصيانة للالعاب والمرافق والساحات قبل بداية الموسم عملنا تجهيزات كاملة على جميع الالعاب وتأكدنا من سلامتها وعملنا صيانة شاملة لكل العاب للتأكد انه جاهزيتها عالية جدا وكان بهمنا انه سلامة المواطن بالدرجة الاولى المدينة انت شايفها تستقبل رواد نسبة الاقبال بتكون مساء من بداية اول يوم العيد كان بلش الضاعف الاعداد تقريبا في اول يوم العيد زار المدينة حوالي اربعة عشر الف زائر ثاني يوم العيد تقريبا سبعتاش لثمانتعشر الف ارقام تقريبية ثالث يوم العيد نفس الـ 12000-13000 بازدياد مع المدة وبداية موسم الصيف اللي هو اول يوم ثاني يوم يعني بتطارد بارتفاع لانه اول يوم انت عارف معايدات وكذا ولكن بارتفاع هلأ احنا بنفوت فترة الموسمين اللي هو موسم عيد الفطر السعيد وموسم عيد الاضحى هاي الفترة الضروة في التشغيل للمدينة احنا كثير بهمنا سلامة المواطن على اي شيء ثاني احنا بتعرف عمانة عمال من متوسع عملها توفير الرفاهية المتنزهات المناطق الترفيهية للمواطنين والحفاظ على سلامتهم بادئ ذي بادئ زدنا عدد الموظفين كادر الامن الحماية كان بمقابل السنة الماضية كانوا حوالي 35 موظف السنة هاي رفعناهم لغاية 45 موظف لزيادة الامن ركبنا اجهزة تفتيش الالكتروني مسؤول الامن الداخلي للمدينة سبت اللوزي وضح الدور الذي يقوم به الامن والحماية لضمانة سلامة الزوار والعمل على توفير سبل الراحة لهم الامن عنا يعني اعدادهم ما شاء الله بعدد ومتفهمين ونتيجة توجيهات لجنة الادارة على اساس التعامل الجيد مع المواطن وكذلك السنة هاي اختلفت عن السنين اللي قبل حيث جبنا بعض اجهزة اللي هي البواب الالكترونية على اساس التفتيش لراحة المواطن نعم لراحة المواطن فاحنا الامن يعني فيش عندنا مشاكل الحمد لله تذكر والامن الداخلي منتشر في جميع المدينة لان المواطن لما يلقى معاملة حسنة يواجه معاملة حسنة سواء من التشغيل او من الامن والادارة برجاء المواطن زوار اشادوا بالخدمات المتوفرة في المدينة من المرافق العامة والانضباط وتوفر جميع مستلزمات الرفاهية متمنين على كل المدن الترويحية بالاردن ان تلتزم بالقواعد التي تبعتها المدينة الترويحية جبهة الله ما شاء الله تبارك الله مشاكل المدينة ما شاء الله بتجننه كويس كثير وفيها كل المرافق واحنا هنا عادة مواطن المدينة جايين انبسط لانشان ما نتأذى يعني هم كمان حماية المواطن قبل كله كبير قبل الصغير صراحة يعني انا مي اول زيارة انا افتخر اني والله صراحة ازور الاردن لطيبة اهلها وصراحة يعني الامن الواحد كانه في داره ما طلع من داره صراحة احنا اهل وحبايب ونحب الله دائما انا اكثر اعيادي صراحة اجي اعيد اول يوم في السعودية ثاني يوم على طول انا اجي上وال الاردن اكثر من زياراتي professional انا اول زيارة لي صراحة للاردن اول اول زيارة هو كلام الاخ هذا دائما يتكلمني على الاردن الاردن وطيبة اهلها والالامن ونظافتها وانا حقيقة اول سنة اجي على الاردن صراحة مبسط احنا مبسطين صراحة personnes مبسطين لو ما احنا مبسطين مشينا حقيقتا لكن والله يعني انبساطنا وإن شاء الله لنا جيات إن شاء الله إحنا كل عيد بنيجي على مدينة الجبيهة يعني من أفضل المدن الترفيهية في الأردن وماشاء الله عليها يعني بنيجي الكل بينبسط والكل بحس إنه يعني أجواء عيد عندنا وأجواء فرح والله يا رب يديم علينا الأمن والأمان والمناطق هاي الحلوة الجميلة اللي بنيجي بنتسلى فيها إحنا وعائلاتنا وكل عام وانتوا بخير وفيها انضباط وفيها التزام عند الناس والحمد لله كل شيء تمام الحمد لله بعدين المنظمين والقائمين يعني على المدينة عاملينها بشكل مرتب وإنه الزوار بيكونوا مبسوطين كتير يعني لما يجوا يزوروها مدينة مريحة كتير وخصوصا إنه إحنا الصبايا فيها أمن ما شاء الله ويعطيكم العافية وهينا كيفين كتير إحنا متعودين لازم كل سنة نيجي على الجبيهة طبعا هي مدينة إنه نحب نيجي فيها عشان نعي على الأطفال والكبار متوافق بينهم وطبعا الأمن فيها كتير كويس ومنحب إنه نروح فيها كتير حلوة طبعا الخدمات ممتازة ما بدنا إيش أحسن من هيك يعني إنه الأمن كويس ما فيها أي مشاكل منحب نقعد فيها يعني كانت هذه أبرز التجهيزات التي اتخذتها أمانة عمان في مدينة جبيهة تروحية من مدينة جبيهة تروحية حازم السردي الحقيقة الدولية